في سبيل إبراز المؤشرات الاقتصادية والفرص الاستثمارية بمحافظة مسندم وآليات استثمارها في برامج التمكين لتشجيع أسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود على استثمار إمكانياتهم لتطوير مستواهم الاقتصادي نظمت وزارة التنمية الاجتماعية ندوة بعنوان شراكة وتمكين أتت هذه الندوة بالشراكة مع المؤسسات الحكومية لإبراز وأهمية التمكين للمجتمع المحلي في محافظة مسندم وذلك تزامنا مع المتغيرات الاقتصادية حسب المؤشرات العالمية أن هناك انتعاش اقتصادي فأتى هذه الورقة لتبيين على أهمية هذا التمكين وكذلك حث أبناء ضمان الاجتماعي في محافظة مسندم إلى المبادرة نحو مراكز التنمية الاجتماعية للاستفادة من هذا البرنامج ومن أولويات رؤية عمان 2040 توفير حياة كريمة مستدامة للجميع وتوفير الرفاهية والحماية المجتمعية بحيث يكون المجتمع مغطى تأمينياً بشبكة أمان اجتماعية فاعلة ومستدامة وعادلة وتجسيداً لدور وزارة التنمية الاجتماعية في تحقيق الرعاية الاجتماعية للإنسان العماني وتحفيز جميع شرائح المجتمع للمساهمة في عملية التنمية المستدامة جاءت ندوة شراكة وتمكين لتسهم في إبراز النواحي الاقتصادية في مختلف المجالات بهدف الوقوف على أبرز الفرص التمكينية المتوفرة بالمحافظة وآلية استثمارها للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة من البرنامج كذلك تسلط الضوء على أبرز الخدمات المقدمة من الجهات الشريكة والداعمة للبرنامج ندوة شراكة وتمكين التي تنفذ في محافظة مسندم تعتبر من الندوات الهمة من وجهة نظري لأنها ستسهم بإذن الله تعالى أنها تعرف شرائح المجتمع المختلفة وخاصة الشباب والباحثين عن عمل عن أهم البرامج التي تتبنىها وزارة التنمية الاجتماعية لتمكين الأسرة وباحثين عن العمل ويسعى البرنامج لتمكين الأسرة أو الفرد للنهوض بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والحصول على دخل مستدام وللبرنامج عدة مسارات هامة التشغيل المباشر والتدريب المقرون بالتشغيل والدعم المالي الفني وفق الضوابط ورفع المستوى المعرفي جاءت ندوة شراكة وتمكين لتسهمة في إبراز النواحي الاقتصادية في مختلف المجالات لرفع المستوى المعيشي والمعرفي لأسر الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم عقيل بن عماد الكمالي محافظة مسندم